طيب هنروح للكرة الطائرة رجال نفس الوضع سبع لاعبين من النادي الاهلي داخلين جوه منتخب مصر الكرة الطائرة اللي بلعبوا معسكر دلوقتي في تركيا ولعبوا مطشين خسروا الأول من تركيا 3-1 وتاني مطش فوزنا على تركيا بنفس النتيجة 3-1 المنتخب طبعا بيقوده المدير الفني الإيطالي الجديد في لافيو والمنتخب بيستعد عشان هيطلع بعد كده من تركيا هيروح على مقدونيا هيلعب مباراة هناك وبعد كده هيرجع على مصر عشان يكمل استعداداته والبطولة هتبقى فيه مستهلت طبعا في لافيو المدير الفني الإيطالي بصوا أنا أقول لكم حاجة أنا تابعت شوية فيديوهات على السوشيال ميديا أو النت اللي جاياننا من تركيا في المطش الفريق شكله متغير أنا أقول لكم الفريق شكله متغير يعني أنا أتوقع إن شاء الله يربنا يكرم بطوط أفريقيا اللي جاي طيب بطوط أفريقيا تانية تلاقي في استاد القاهرة في الصلاة رقم واحد طبعا دي دعوة لكل الجماهير المصرية أنها تروح تآذر تآذر المنتخب والمفاجأة أن الاتحاد بقيادة المهندس ياسر أمر خد موافقاته الأمنية اللازمة لحضور الجماهير فالنهاردة ملناش حجة المطشات هتبقى ممتعة جدا الفريق شكله متغير عندك نجوم كبار موجودين مع الفرقة وهقول لكم حضراتكم مين عندنا مثلا من نادي الأهل السبعة الحاجة التانية خدت موافقاتك تحضر بجمهورك الصالة الأستاذ بيحبها الجمهور لأنها في قلب القاهرة ورايبة جدا مدية ناصر ورايبة جدا من المهندسين ورايبة جدا من التجمع فاستاذ القاهرة بيحبها جماهير النادي الأهل لأنها في قلب القاهرة فالنهاردة ما عندناش حجة لازم الجماهير تأذر فريق طب من السبعة اللي مشاركين من منتخب مصر أو في منتخب مصر من نادي الأهل على الأصوم طبعا الأسطورة الكبير اللي كان عند ملاده أول مبارح على كابتن أحمد صلاح اللي احنا بيقوله كل سنة وانت طيب ومعه كمان حسام يوسف صانع لعاب أيضا محمد عصران عبد الرحمن الحسيني محمد عبد المحسن عبد الرحمن سعودي محمد رمضان النهاردة بنتكلم في سبع لبرو طبعا حمد رمضان لبرو الفريق انت بتكلم النهاردة في سبع لعبين من أصل 14 أو 15 لعيم لا انت عندك عدد كبير النهاردة من نادي الأهل ده يدل ان انت مش داخل الموسم جاي أضعف من الحد انت فرقتك وافع يجليها وزا ما قلتلكم النادي الأهل بيستمر في دعم فرقه بشكل أو آخر وأكبر دليل ان المنتخب شكله متغير ان احمد صلاح رجع تاني ينضم المنتخب خلي بالكو أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام عبد الله المصاب بس كان زمانه يبقى معاهم ولكن اللعيبة دي لعيبة محترفة عقلية لعيبة محترفة بمعنى ان هو مش هيروح مكان الا ما يحس فعلا انه هيقدر يعمل حاجة ده أحمد صلاح وده عبد الله عبد السلام فكونهم بعد تزالهم الدولة يرجعوا تاني المنتخب مصر معنا كده ان المنتخب شكله متغير بصراحة الاتحاد قيادة المهندس سياسي الأمر بيحاول يمكن كنا قلنا في بعض القرارات السلبية وبعض القرارات وده يعني احنا بنقوله وبننتقده معنى دي لاش يعني حدود لده ولكن احنا بنتكلم على حاجة كويسة انهار ده بيدورهم على الأفضل بيدوروا على دوري شكله أفضل بيدوروا على المنتخبات أفضل وهتشوفوا نتاج المنتخبات حتى الآن جيدة مع منتخب مصر سواء في الرجال أو السيدان